مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم English Language ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سوف نتعرف على مجموعة كلمات التي تستعمل كثيرا في اللغة الإنجليزية وسوف نقوم بتركيبها في جملة إذن سوف أبدأ هذه الكلمات على بركة الله Brave 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 description Brave description وصف مختصر Brave مختصر Description وصف Brave description Brave description Bring Bring يجلب أو يحضر يجلب أو يحضر يجلب أو يحضر Did you bring a number with you? Did you bring a number with you? هل أحضرت مضلة معك؟ إذن هنا نتحدث عن الماضي وفي السؤال نقول Did you bring a number with you? معك؟ With you معك؟ Brush Brush فرشات brush I bought a new brush I bought a new brush اشتريت فرشاتا جديدة buy هو الحاضر اي اشتريت bought اذا انهي في simple past وهذا الفعل يعني هو فعل شاذ اي تغير جدريا وهذا الفيديو قلت سوف نقوم بتنزيله ولكن لمن اراد ان يشاهد هذا الفيديو فهو موجود في القناة في الفيديوهات الاولى التي قمنا بتنزيلها توجد فيها فيديو عن الافعال الشاذة ولكن سنقوم باعادته لان نقلنا هذه الدورة الصيفية سوف نعيد جميع الدروس من البداية حتى الاحتراف ان شاء الله لا زلنا في الدورة الصيفية اذا قلت I bought a new brush فرشاتا جديدة A new brush فرشات جديدة Association Association اتحاد او رابطة Association The thoughtful association The thoughtful association اكدت لي انها ستكون آمنة She assured اضفنا ال-ed لانا نتحدث عن simple path وهذا الفعل فهو منتظم اذا اضفنا ال-ed Assure Assured Me اي انا اكدت لي that انها she would ستكون she would be ستكون she would be ستكون safe آمنة safe She assured me that she would be safe اكدت لي انها ستكون آمنة Attempt Attempt يحاول Attempt He attempted to escape through a window He attempted to escape through a window He attempted اي حاول اضفنا ال-ed قلنا لانا هذا الفعل كذلك هو فعل منتظم وقمنا بتصريف هذا الفعل في simple path To escape اي للهرب To escape الهرب throw من خلال throw a window النافذة He attempted to escape through a window هو حاول الهرب من خلال النافذة budget budget ميزانية budget The film has a million dollar budget The film has a million dollar budget الفيلم لديه ميزانية مليون دولار The film الفيلم has هنا فعل have قمنا بتصريفه في it لانا نتحدث عن الفيلم نقول I have You have He has She has It has اي لديه A million dollar اي مليون دولار budget اي ميزانية Ask Ask يسأل او يطلب Ask I asked him about his hobbies سألته عن هواياته I asked كذلك اضفنا الed لان هذا الفعل منتظم لانا نتحدث عن simple past ولمن فاته هذا الفيديو سوف يرده في القناة في الدورة الصيفية كيف يتصريف simple past then I asked him about his hobbies I asked him سألته about عن his hobbies هواياته his hobbies sleep sleep نائم sleep the children are sleep the children are sleep نقول child تقفل children أطفال الأطفال نائمون هنا قمنا بتصريف الفعل are يعني في simple present نتحدث عن فعل to be كان يكون اذا قمنا بتصريف في are لانا نتحدث عن they the children اي مجموعة أطفال they the children اذا هنا سوف نقول are لو قلنا the child the child لنقول is اذا هنا مجموعة أطفال اي نتحدث عن الجمع the children are sleep الأطفال نائمون the children are sleep attend يحضر attend he attended the meeting he attended the meeting هو حضر الاجتماع كذلك اضفنا ايدي للفعل ينتحدث عن simple path he attended a meeting meeting هو الاجتماع حضر الاجتماع arrest اعتقال arrest اعتقال you are under arrest you are under arrest you are under arrest أنت رهن الاعتقال you are under arrest under أي تحت وهنا رهن you are هنا قمنا بتصريف الفعل يعني الفعل to be في كذلك simple present you are under arrest الاعتقال أنت رهن الاعتقال blood 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 دم blood the blood in your veins the blood in your veins الدم في عروقك the blood الدم in your veins veins هي العروق your veins عروقك هنا نتحدث عن positive determiners your veins أي عروقك أنت إذن هذا الدست كذلك موجود قمنا بتنزيله في القناة نتحدث عن positive determiners positive pronouns positive pronouns blow يغبوا blow the wind blow hard the wind blow hard هبت الرياح بشدة إذن blow كذلك فعل شاد irregular verb إذن قمنا بتغيير أو إلى إ blow 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 the wind الرياح blue hard أي هبت بشدة hard بشدة make make يصنع shall I make some coffee shall I make some coffee هل أصنع قهوة shall I إذن shall نستعملها دائما مع I و we إذن هنا اقتراح shall I make أصنع أو some coffee قهوة have 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 يملك have يملك I have a cat I have a cat إذن أنا لدي قطة I have a cat a cat I have a cat go go يذهب go let's go for a walk let's go for a walk هيا نذهب لنتمشى let's go for a walk let's أي اقتراح let's هيا go نذهب for a walk لنتمشى for a walk go say يقول say how do you say this word how do you say this word كيف تقول هذه الكلمة how كيف do you say تقول this word كلمة how do you say this word say تقول do you say إذن هنا السؤال do you استعملنا مع فعل do do you say this word how do you say this word فعل do هنا جاء فعلا مساعدا لأن الفعل الأصلي هو say can يستطيع can I can do that I can do that I can do that استطيع فعل هذا I can do that استطيع فعل هذا I can استطيع do فعل that هذا get يحصل أو يستلم get where did you get your shoes where did you get your shoes من أين حصلت على حذائك where المكان من أين did you get حصلت نتحدث عن الماضي استعملنا فعل to do did did you get حصلت على your shoes حذائك your shoes your shoes would سوف would سوف what would you do if you lost your job what would you do if you lost your job ماذا سوف تفعل إذا فقدت عملك what ماذا would you do سوف تفعل would سوف you do تفعل if إذا if هنا شرط if you lost فقدت you lost فقدت your job أو خسرت فقدت أو خسرت your job عملك job عمل your الكاف your job عملك إذن هنا لدينا فعل lost لدينا فعل lost إذن فعل lost هو ماضي فعل lose إذن كذلك فعل lose هو فعل شاذ إذن نقوم بتغييره جدريا lose lost lost إذن if you lost your job هنا استعملنا الماضي lost نصيحة لكم أن كلما وجدتم فعل شاذ أن تقوموا بحفظه مثلا lose lost lost أي الأفعال التي استعملنا في هذا الفيديو كذلك أن تحفظوا لأن مجموعة الأفعال الشاذ فهي كثيرة ومعرفة الكلمات الأكثر استعمالا مثل lose مثل go مثل be to be مثل هات الأفعال الشاذ يجب معرفتها لأننا نستعملها كثيرا في حياتنا اليومية إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل هذا الفيديو إلى نهايتي أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم بعض الكلمات وبعض الجمل التي نستعملها في اللغة الإنجليزية لأن حفظ الجملة خير من حفظ كلمة لأن نستعمل الجمل كثيرا في اللغة الإنجليزية وليس فقط الكلمات إذن بهذا سأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا لكم على وفائكم اشتركوا في القناة